بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو لكم بشخباركم ان شاء الله الكل بخارجانكم بحلقة جديدة عن بوب جي موبايل اليوم اصدقائي راح اشرح لكم حدث من خلاله راح نحصل على شدات بوب جي موبايل مجانا وايضا راح نحصل على سكنات اضافية فقبل من بدل المقطع يا شباب اتمنى معكم ان تخلووا اللايك للمقطع وما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما اطول عليكم المقدمة خلوكم مع المقطع من البداية اصدقائي اروع الفعاليات وبعد هنا انا عدنا عودة الفرعون نضغط على اذهب مثل ما تشوفون اصدقائي مفتحنا الحدث بهذا الشكل طبعا الحدث هنا بالقواعد الفعالية تريد تقراها ان تريد ما تقراها ان انا راح اوضح لك كل شي ان شاء الله طبعا خلال هذا الحدث راح نحصل على هذه المظلة بشكل موقع لمدة يوم واحد وايضا نحصل على هذه المعادة بشكل موقع اللي هو يومين فقط وايضا هنا راح نحصل على حزمة الصوت بشكل دائم ومجاني طبعا هنا لازم تحصل ذن الاصوات هنا لازم تفتح اه عندك مفتاح هذا المفتاح راح ينطلع لك من ذن الجوائز عشوائي يطلع لك شي عشوائي تمام هس راح تقل لي منين يجيب هذا المفتاح هذا المفتاح تجيبه من صندوق العقرب صندوق العقرب وين متواجد مثل ما تشوفون هنا عدنا صور لصندوق العقرب. طبعا صندوق العقرب متواجد هنا لتروح المصنف. وبعدها تروح على او هنا تلعب براحتك انت بس متواجد اكثر شي براخر للي هو مضمون اللي هي بالحاويات موجود بالهناقر موجود بوشإنكي موجود بالمطار اللي هو بالعماضة. وموجود ايضا بطبيعا بكثرة طبعا موجود بعمرات وموجود نفسه. طبعا هاد صندوق العقرب حاليا من تفتح صندوق العقرب راح ينطيك مفتاح. تمانا من تفتح صندوق الاقرب راح ينطيك مفتاح. من خلال هذا المفتاح راح تجي هنا تضغط على فتح. من تضغط على فتح هنا راح ينطيك جائزة من هذول الجوائز اللي موجودة قدامك بشكل عشوائي. تمام? وتقدر كل يوم تفتح عشرين مرات. عفوا عشر مرات. كل يوم تقدر تفتح عشر مرات. تمام? وكل يوم تقدر تفتح او كل يوم تقدر تحصل على عشرين مفتاح من صندوق الاقرب. مثل ما تشوفون? يقول لك اجمع ما يصل الى عشرين مفتاحا يوميا. يعني يوميا تقدر انت تجمع عشرين مفتاح من خلال صندوق الاقرب اللي هو متواجهة بخارطة ارنجل بمود الفرعون. وهنا ايضا متحصل المفاتيح هنا راح تضغط على فتح وتقدر تفتح يوميا عشر مرات يقولك هنا لحد الاخصى اليوم اللي هو عشر مرات ومثل ما قلت لكم كل ما تفتح راح يطلع لك جائزة بشكل عشوائي. من نسبة اصدقائي لحدث الشدات اللي من خلالها راح نحصل على شدات مجانة. تروح هنا على الفعالية وبعدين تروح على رابع قسم. وبعد هنا حدث اسمه مسابقة ايميليا للفرون. هنا تذهب او تضغط هنا على صوت الان. راح نفتحنا الحدث بهذا الشكل. طبعا هنا الحدث بكل بساطة يا اصدقائي. هنا كل يوم راح تقدر تحصل هنا يقول لك الاسوات المتاحة صفر. انت كل يوم راح تقدر تحصل على ست اصوات تمام? هنا تقدر تحصل على ست اصوات مثل ما تشوفون انا ما تسوي تم الجمع وتم او مشترك. هناك اليوم يقول لك سجل الدخول يوميا راح تحصل على ثلاث اصوات. وهنا يقول لك شارك الفعالية ايضا راح تحصل على ثلاث اصوات. طبعا شارك الفعالية جدا سهلة بس تضغط مشاركة. وبعدين ندوس عليها مثل الاكس اللي هو تطلع منها راح تقدر تجي مع ذني الاسوات. اللي يصير عندك هو يوميا ست اصوات. تمام? من يصير عندك ست اصوات تجي تصوت على اي وحدة من دول الموجودين قدامك. تريد توزع الاسوات هنا انا واحد هناك اثنين هناك ثلاثة حسب انت اللي تريده. او اذا تريد بس تتمشي الحدد تضغط علي واحد تصويت وتحط هنا ست اصوات اللي اتا حصلتها. دوس هنا عزاد هذا الواحد راح يصير ثلاثة اربعة خمسة ستة. وتدوس تصويت. هنا انا انا سويتها وما يحتاج. طبعا هنا من دوس تصويت راح يمشي عندك هذا الخط. شايفين هذا الخط اللي انا يسا مش عندي شوفوا. هذا الخط اللي مش عندي هو على عدد الاصوات. طبعا هنانا الجواز عدنا عملة ذهبية وهنا عدنا عملة تجي وهنا عدنا قسائم الامداد وهنا ايضا عدنا قسائم الامداد. طبعا بهذا الحدث ما نكون جائزة بها حظ مثل ما نقول. اللي شلون راح نحصل الجائزة وشو راح نحصل الاشياء ذات. عدنا هذا الحدث هو بالمرحلة الاولى. تمام? هنا عدنا المرحلة الثانية مثل ما تشوفون. هنا عدنا المرحلة الثانية وهنا عدنا المرحلة الثانية. نجي هنا على المرحلة يوم اربعة عشرة اثمانية. طبعا من خلال هذا الحدث اللي هو بالمرحلة الثانية راح نقدر نحصل على شدات مجاننا. كما تشوفون هنانا عدنا عملة وهنانا عدنا عملة آآ هنانا عدنا الشدات اللي هي يوسي وهنانا ايضا عدنا شدات اللي هي يوسي. تمام? هنانا عدنا عدد الاصوات. كما تشوفون نفس الطريقة اللي سويناها بالمرحلة teraz. العاصوات تلقيا مهمتين سويها. باليوم راح تجمع العفو 6 اصوات وتجي تصوت هنا ما مفتوحة لان الحدث بعدها مفاتح الحدث يبدأ يوم ثمانية ثمانية فانت تجي تسوي تصويت وتصوت بالاصوات اللي عندك اللي هما عددهم ستة يومية تحصص آآ ستة اصوات ومن خلال هذا من خلال الفعالية يومية ستة اصوات الحد ما توصل هنا تاخذ اول شي الجائزة الاولى اللي هي تاخذ الجائزة الثانية اللي هي شدات وهنانا الجائزة الثالثة اللي هي عملة جي وجائزة الرابعة في العملات الذهبية وعدنا الجائزة الأخيرة اللي هي شدات بوب جيو موبايل تحصلها بالشكل الدائم والمجاني تمام هذا هو الحدث ببساطة يا شباب إذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار اكتب ليها بالتعليقات أو تراسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف وبس أشوفكم بخير شكرا